أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأحمر على أسعار التاقة والمعادن النفيسة والترتفاع في العملات الرقمية وهبطت أسعار النفط بنسبة 0.28% ليسجل سعر العقودة الفورية لخام برينت 80.63 دولار لبرميلة الواحد وتراجعت أسعار النفط خلال تعملات أولى جلسات شهر ديسمبر مع استعاب المستثمرين نتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها التي أظهرت خفض البلدان الأعضاء للإنتاج بشكل طوعي وليس على مستوى منظمة أما على مستوى المعادن النفيسة فقد انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعملات اليوم يهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة للغاية بلغت 0.1% عند 2037 دولارا للأوقية وتراجعت أسعار الذهب خلال تعملات آخر جلسات الأسبوع في ظل تراجع مؤشر الدولار مع ترقب المستثمرين كلمة جورون باول رئيس مجلس الاحتياطية الفيدرالي الأمريكي خلال حدث بولاية أتل نتنا في وقت لاحق اليوم وعلى صعيد العملات الرقبية فقد سجلت مكاسب جماعية اليوم ورتفعت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.32% لتغلق فوق مستوى 38 ألف دولارا وسعدت أسعار العملات المشفرة خلال تعملات الجمعة بدعم من إعلان السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة مهلة زمنية محددة لاتخاذ قرار بشأن موافقتها على إطلاق صندوقين متداولين للبيتكوين اشتركوا في القناة